بسم الله الرحمن الرحيم سجود السهو المراد بسجود السهو أي السهو في الصلاة والسهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فيقع منه ما يقع من البشر ولهذا لما سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ما هي أسباب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو ثلاثة السبب الأول الزيادة في الصلاة والسبب الثاني النقص من الصلاة والسبب الثالث الشك في الصلاة سواء الشك في الأركان والواجبات أو الشك في عدد الركعات نأتي إلى الأمر الأول وهو الزيادة الزيادة في الصلاة كسبب من أسباب سجود السهو إما أن تكون الزيادة فعلا كالقيام والقعود أو قولا كالذكري وإما أن تكون من جنس الصلاة كالركوع والسجود أو من غير جنس الصلاة كالحركة والمشي وإما أن يكون ذلك كله عمدا أو يكون سهوا فهنا حالات الحالة الأولى أن تكون الزيادة فعلا أو قولا من جنس الصلاة كالقيام والركوع والقعود فإذا كانت عمدا فالحكم أن الصلاة باطلة بالإجماع بالاتفاق ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أرد وهذا قد أتى بركن أو أتى بفعل من جنس الصلاة لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه الحالة الثانية أن تكون الزيادة فعلا أو قولا من جنس الصلاة كالقيام أو القعود أو الركوع أو السجود لكن ذلك سهوا وليس عمدا فما الحكم الحكم أنه يسجد للسهو حتى وإن كان قد فرغ من الصلاة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين وهذا دليل من القول يعني دليل قولي أما الدليل الفعلي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا في حديث عبد الله بن مسعود وقيل له صليت خمسا ثنى رجليه فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام في الزيادة الجواب يسجد بعد السلام فيكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين ثم يسلم ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسلمه فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام دل على أن السجود للزيادة يكون بعد السلام وأيضا يستدل بحديث ذو اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من رقعتين في الرباعية ثم ذكروه فأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم فهذا السجود للزيادة والزيادة هنا السلام في أثناء الصلاة في غير موضعه سلم فزاد في الصلاة من جنس الصلاة يعني من فعل الصلاة وهو السلام الحالة الثالثة أن تكون الزيادة في الصلاة من غير جنسها سواء كان ذلك فعلا أو قولا فإن كان ذلك كثير عادة وعرفا فإنه يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سواء كان سهوا وحتى سواء كان لمصلحتها إذا كان كثيرا كما سيأتي وإن كان يسيرا قالوا إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة إن كان هذا الزيادة من غير جنس الصلاة يسيرا لم تبطل الصلاة مثال الكلام في الصلاة إن كان لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل بكل حال سواء كان قليل أو كثيرا وإن كان يتكلم لمصلحة الصلاة فقالوا إذا كان الكلام يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين حينما سلم من ركعتين فأخبره ذو اليدين بأنه سلم من ركعتين فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فهذه المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وذو اليدين فهنا لا تبطل الصلاة لأن هذا كلام يسير ولمصلحة الصلاة قالوا وإن كان كثيرا فإنها تبطل الصلاة حتى وإن كان لمصلحة الصلاة وقال بعضهم وهو القول الثاني أن الصلاة لا تبطل حتى وإن كان الكلام كثيرا مدام لمصلحة الصلاة وقالوا لأن المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة مدام أنه سلم من ركعتين فلا يعتقد أنه في صلاة فلم يتعمد بالتالي الخطأ والله سبحانه وتعالى قال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا هو الصحيح السبب الثاني النقص والنقص من الصلاة إما أن يكون نقص بترك ركن من أركان الصلاة أو ترك واجب من واجبات الصلاة فالنقص إذن له حالات الحالة الأولى إذا ترك ركن من أركان الصلاة وهذا الركن أيضا له أحوال إما أن يكون تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام يعني أن يكون هذا الركن تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام وإما أن يكون تركه عمدا أو سهوا فإن كان هذا الركن فإن كان ترك تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد بتركه تكبيرة الإحرام لأنها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام فما داماً لم يكبر فصلاته لم تنعقد أما إن كان الركن غير تكبيرة الإحرام كالركوع أو السجود أو القيام من الرفع من الركوع أو نحو ذلك من الأركان التي ذكرنا فهنا إن كان عمداً فالصلاة باطلة وإن كان سهوا فله صور ثلاث الصورة الأولى أن يذكر الركن الذي تركه سهوا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي ترك فيها الركن مثلاً لو كان في الركعة الأولى وترك السجود في الركعة الأولى ثم ذكر أنه ترك السجود قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي بالسجود ويأتي بما بعده ثم يستمر في صلاته ويسجد سجود السهو هذه الحالة الأولى أو الصورة الأولى الصورة الثانية أن يعلم به يعني بهذا الركن الذي تركه بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية يعني ترك السجود في الركعة الأولى ولم يعلم به أو لم يتذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فهنا تبطل الركعة الأولى التي ترك السجود فيها وتقوم الركعة الثانية مقامها فتكون الركعة الثانية هي الأولى له الصورة الثالثة أن يذكر الركن الذي تركه بعد السلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة يعني الركعة الأولى أو الثانية فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة وإن كان الركن الذي تركه من الركعة الأخيرة يعني لو كان السجود في الركعة الأخيرة أتى بالسجود ومما بعده فقط ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة هذا والله أعلم وأحكم